كما أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الزهبية من أجل تبسيط الإجراءات وأضاف مدبولي أن الموافقات على إنشاء الشركات ستكون في خلال عشرة أيام عمل مشيرا إلى أنه تم إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات عدينا وثيقة سياسة الملكية بتاعت الدولة وفخامة الرئيس تفضل بالتصديق عليها في آخر ديسمبر من العام الماضي وهي دي بالنسبة لنا اللي شغالين عليها بقوة كبيرة جدا كدولة إزاي نمكن القطاع الخاص أنه يزيد من مساهماته ودي اللي بالنسبة لنا زي ما قلنا دستور اقتصادي للدولة بنشتغل عليه إحنا الحقيقة كان توسعنا في إصدار الرخص أو الرخصة الزهبية ودي كانت مادة موجودة في قانون الاستثمار من 2017 ولم يتم تفعيلها بدأنا نفعلها 15 شركة تم منحوهم الرخصة بالإضافة إلى طلبات أخرى من شركات أخرى النهاردة بندخلها ويمكن كان أحد التوجيهات اللي حتشفوها أن كان القرار الأول أن اللي يستمتع بالرخصة الزهبية هي فقط المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الكبيرة كان أحد المتوصيات أن لا نتوسع في إصدار الرخصة الزهبية لمشروعات كثيرة جدا علشان نساهل من الإجراءات ترجمة نانسي قنقر